بعض الناس يظن دوماً أن التعصب هو سيء في كل أحواله هل بالضرورة أن أتقبل أفعالي كلها؟ وهنا تكمن المشكلة أما الحاضر فهو الذي بين يديك هو الذي تستطيع أن تغير فيه الماضي انتهى علاقة بالماضي فقط ضمن إيجابياته المستقبلية أما الواثق فهو الذي أنصحه أن يقيم أو يستفيد من أقيم غيره إلا نفوس مطمئنة يأتيكم في الأوقات التالية